أهلاً بحضراتكم معانا ومع مجموعة جديدة من أولادنا المتفوقين شرفني جداً يكون معايا جوليانا ماهر 96.7% أهلاً بيك يا جوليان أهلاً بحضرتك مبروك الله يبارك فيك إيه الأرقام العظيمة دي؟ ألف مبروك الله يبارك فيك معانا كمان مارجريت هاني 94.6% أهلاً يا مارجريت أهلاً منورانا وألف مبروك مبروك أنا عرفت كده أن فيه مواهب وحاجات وغنى وموسيقى عربية وشغل هنتكلم معانا كمان بولا ماجد 96.6% أهلاً بيك يا بولا سيحة حضرتك انورنا مبروك كمان معانا كيرولوس ملاك 97.3% أهلاً بيك يا كيرو مبروك يا حبيبي أهلاً بيك أهلاً بيك وكلكم نبتدي كده من عند جوليانا ونسأل آه مين فيك وكان بياخد هنا في بياخد دروس تقوية هنا؟ أنا كلكم؟ كويس في مادة إيه جوليانا مسأل العلوم العلوم ساينز إيه بقى حكيلي عن تجربتك ورأيك في مدرسك وفي تعاملات بتاعة المكان معاكي هل كنتي مرتاحة حسن ده ليه دخل في التفوق بتاعك؟ أيوة طبعاً مستر رومس برضو كان معانا كان كويس جداً وبيشرح حل والمكان برضو كان كويس وكنا بنفهم منه كتير وكنا بنجيله برضو من حتة بعيدة عشان نيجي ناخد معاه وكانه كويس طب هايل هايل وحسيتي إنه ليه دخل في التفوق بتاعك؟ أيوة طبعاً وكمان مراجعاته كانت كويسة وكنا بنذكر منها وكان بتيجي منها في برضو في الامتحين حلو خالص حلو خالص طيب مارغريت؟ أهلا كنتي بتاخدي هنا تقوية في إيه؟ لا أصلاً كنتش بأيه ياخد ما خبتيش طب إيه حكاية الموسيقى العربية دي؟ يعني كنت بروح بروفات وبتعلم أصوات وفي نفس الوقت برضو يعني كنت بقسم وقتي بين المذاكرة و ده المعهد العيل الموسيقى العربية اللي هو في شارع رمسيس لفوسط البلد طيب وعايزة أقول إيه؟ يعني أخدت كم سنة إستي قلت قبل الهواء أني إنتي متخرجها من هناك يعني أخدت حاجة كاملة يعني أو يعني كنت بأخد مقامات وبتعلم يعني على الأغنية القديمة قوي قاعدتي قد إيه يعني؟ يعني ممكن ممكن يعني أنا ما كامتش كتير يعني ممكن 5 شهور 3 شهور هاي طب جهزي حاجة بقى نسمعها منك بقى نشي؟ طيب بولة أخدت إيه ساينس برضو ولا إيه؟ لا أنا أخدت عربي ودراسات عربي ودراسات آه وإيه أخبارهم؟ يعني كويس يعني الدراسات صراحة يعني التاريخ هو الميز غادة اللي كانت بتدينا صراحة خففتلي التاريخ قوي عشان أنا فعليا أنا التاريخ ده أنا فعليا مش بفهمه هو صعب خالص الحقيقة وده حقيقة بس ممكن الواحد لو لو صاحبه وخده ببساطة ممكن يتعلم منه خبرات تفيد في الحياة دلوقتي يعني يقولك لما فلان عمل كذا اتواجه بكذا فنجح أو فشل فالواحد بيتعلم حاجات برضو من التاريخ يعني طيب والدراسات ما الدراسات أصلا متأسمة تاريخ والجغرافيا طب الجغرافيا كويسة معدية معي؟ الجغرافيا أهو كويسة انت قلت خدت دراساته إيه وعربي؟ وعربي وعربي أخبار العربي إيه بقى؟ العربي أحمد ربنا يعني مصر سعيد العدلي يعني أشكره جدا بجد لغو بيتفرق طبعا هو اللي خلاني الترمي ده بالذات أقفل المادة بتاعته هايل كيرولوس برضو عربي ودراساته برضو عربي ودراساته طب إحساسك إيه بالخدمة اللي تقدمت هنا؟ يعني كانت خدمة كويسة جدا مصر سعيد العدلي عمل معنا مجهود جامل عمل معنا مجهود رائع جدا وأول كان حسسنا المادة مش صعبة خالص كان بيسهلنا عقلينا وكان كويس هو معنا انت عارف أنه على ذكر التاريخ وكده والعربي تعرف أنه انت لغاية لما هتعمل دكتوراه يبقى عندك حاجة اسمها كفاءة كتابة الرسائل العلمية باللغة العربية عشان يشوفه انت بتقدر تكتب جملة صحيحة سليمة مش بس التخصص اللي انت بتبحث فيه على ذكر التخصص عايزين تكمله في إيه أو تطلعوا إيه جوليانا؟ نفسي أطلع دكتورة أسنان دكتورة سنان؟ مم ومارجريت؟ يعني هي حاجة تشرف بلدي يعني يعني زي عندنا طبعا أمثال أعلى كتير جدا في مصر زي أستاذ دكتور مجدي عقوب الناس دي يعني نفسي كمان أطلع زيهم يعني انت عايزة برضو حاجة تبية؟ أوه انا فهمت ان انت مهندس من وانت بتتكلم وبتقول انا مش فهم التاريخ خالص فهمت ان انت عايز عايز هندس وانت شاطر في الرياضة أكيد وانا شاطر في الرياضة يعني انا بفهمها بس لما اجي اطبق يعني وانا فعلا التطبيق لما بلاقي فعلا ان هو سهل بس في نفس الوقت بلاقي غلطات كتير بس يعني لحد دلوقتي انا بحاول ان انا احسن وبفاق بفكر اخش على مثلا اليوتيوب وبتعلم مثلا دروس مثلا برا المنهج في تخصص معين في الهندسة حابب تكمل فيه؟ آه يعني الجبر بس يعني حاجة تانية بس مش يعني يعني صراحة عارف اسمها بس بالانجليزي اللي هي ايه؟ اللي هي كالكلوس آه اللي هو مش عارق انا برضو مش عارق بتاع المتغيرات نعم بتاع المتغيرات آه هي كالكلوس يعني حساب بس يعني جاي من كالكليد بس يعني اذا كانوا هم حطينها كتيرم التخصص معين المهم انه رياضة برضو وكيرولوس برضو؟ بس اطلع مهندس طيرون مهندس اوليه كان؟ نعم ميش لسه هتطلع ان شاء الله بتخدنا معاك في الطيارة ببلاش ولاي؟ ميش بس اطلع مهندس بس اطلع مهندس